عود مرة أخرى إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفدة المرافقة لها وذلك على هم شناقاد القمة العالمية للمناخ كب 27 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع بيلوسي عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفدة المرافقة لها حيث رحب رئيس السيسي بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفدة إلى مصر مؤكدا استراتيجية العلاقات الممتدة منزع عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة لسيما فضل الواقع الأقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغداء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات كما أكد رئيس السيسي في هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومؤكدا استمرار مصر في تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرد على العنف والضمار والتخريب وهدم الدول من جانبها هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس السيسي على تنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر مثمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقة مع مصر آخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة مع الإعراب عن التقدير البالغ لدوري مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم دخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكي حيث حرس أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر فضلا عن تطورات مختلف الأزامات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا واليمن والسورية وما تبذله مصر من جهود حسيسة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا حيث أكد السيد الرئيس أن حلها يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة وذلك بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية وردا على استفسارات لبعض الأعضاء من الوفد شرح الرئيس السيسي الوضع الراهل لقضية سد النهضة مؤكدا على الموقف السابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري كما تنول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الدعمة لعملية السلام وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين فحين أكد رئيس السيسي موقف مصر أثابت في هذا القصوص بالتوصل إلى حل عادل وشمل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية الأمر الذي يفتح أفاقا للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة وتم أيضا مناقشة سبول تعزيز العلاقة السنونية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادية كما استعرض السيد الرئيس كذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلي وكذلك الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر